دكتور تاهر ايه رأيك النهاردة في الحضور الضعيف لجمعية العمومية؟ طبعاً الحضور الضعيف ده صادم لياً ولكن هو لي أفضل طبقية للمتابعين حركة الأطباء خلال فترة الفاتل نتيجة الاستخطاب الواضح داخل النقابة على أمور غير خاصة بالأطباء وتحول الاستخطاب بدل ما يكون حوالي مصالح الأطباء ومنظومة الصحة تحول إلى استخطاب سياسي واضح ده بيدفع الأطباء ان هما ميركزوش مع حوقهم بيدفع الأطباء ان هما يبتعدوا حولين الصراع اللي هما حاسين ان هما ملهمش فيه ولا ناقة ولا جمل وده اللي مفهود يبغير الفترة الجاية حركة مرشح لانتخابات عن نقابة سكندرية الفرعية مش كده؟ بس حركة مش مرشح لا على قيمة الاستقلال ولا على قيمة أطباء من أجل مصر ونازل كمستقل ايه السبب؟ انا نازل مستقل عشان ابعد عن حلق الاستقطاب الموجودة حاليا ولان القيمتين الموجودين انا مش شايف قيمة فيهم بتمثل مصالح الأطباء مش شايف ان قيمة فيهم هتكون هي الحل عشان يخرج الأطباء من ينفق المظلم اللي هما فيه قيمة فيهم بيساتر عليها طيار الإخوان اللي هو عمل كوارث قبل كده في النقابة ومقدمش أي حلول بالعكس كان دائما بيعرقب للحركة النقابية وبيقف قد المصالح الدكاترة وبيوقف العمل النقابي في حد ذاته والقيمة التانية اللي هي قيمة الاستقلال ده عبر عن تحالف انتخابي للأطباء في حركة أطباء بلا حقوق وبعض الأطباء المستقلين اللي انا بستغرب ازاي حركة زي أطباء بلا حقوق المفوضة ان هي بتدافع طول أطباء ومصالح الأطباء تعمل معاهم اي تنسيق او اي تحالف لان فيهم ناس مصالحهم بتتعارض بشكل صريح مع مصالح الأطباء فيهم ناس أصحاب مستشفيات خاصة وده وضع عندنا في اسكندرية وفيه ناس أسافة جامعة أكتر من العدد الأطباء اللي هم الكادحين بشكل حقيقي وللمصلحياتهم تغيير منظومة الصحة وتحسين أجورهم وفي نفس الوقت فيه بعض المحافظات زي محافظة أسوان الأطباء المرشحين في قائمة الاستقلال فوق السن فيهم واحد كيلة الوزارة في المحافظة والتاني مدير الإدارة الطبية في المحافظة فأنا بستغرب ازاي تنسيقات زي دي تحصل لقائمة تدعى ان هي عايزة تدافع عن حول أطباء طيب احنا شفنا توقيع حضرتك على بيان بيعترض على القبض على مشطاء زي دكتور رحمد الفراش أو أمين عام النقابة دكتور جمال عب سلام الخطوة التوقيع عن البيانات ده هل هي صادرة من مجموعة بعينها ولا من مجرد بعض النشطاء لأنه كانش فيه توقيع التوقعات على البيان ده كانت توقعات صادرة عن الأفراد بعينهم فيهم بعض الأفراد اللي ينتموا لحركات أو كيانات نقابية أو سياسية ولكن توقعهم كان بيمثلهم بعد ما عجزت الكيانات النقابية الموجودة حالياً إن هي تمثل رأيهم فهمهم ما قدرواش يوصالوا له الرأيهم ده من خلال الكيانات الموجودة فإضطروا أن هم يمضوا على البيانات بشكل منفرد طيب إيه رأيك في تمثيل النقيب الأطباء في لجنة الخمسين في الدستور؟ المفروض يكون رأيه إيه في البادة بتاعة الحكمات العسكرية المدنيين؟ إحنا شفنا أن فيه بيان بيدعو للتوقيع بلاه؟ طبعاً تمثيل النقيب الأطباء اللي أستاذ الدكتور خير عبيد دايم هو تمثيل كارثي وده مش لمرة أولى دي المرة التانية هو كان عضو في لجنة الدستور اللي كانت في عصر محمد مرسي من الإخوان وهو فرد في لجنة الدستور المرة دي كمان عدم حضوره الجلسة هو بالضبط زي إن هو حضر وقال نعم لأن الصوت في الوقت دا بيفرق كتير والمحكمات العسكرية للمدنيين للأطباء اللي هم تبعين للنقابة اللي حضرته فيها الأطباء عانوا فيها دي الأطباء في مستشفى العريش آخر مرة والأطباء بيعانوا ما ذلو بيعانوا زي هم زي كل المدنيين من المحكمات العسكرية والمدنيين شكراً دكتور طهر العفو ترجمة نانسي قنقر